هو الإجبار ده في مصلحة الزوجين يعني هو مش في مصلحة أي حد غير في مصلحة الطرفين حتى لو عنده مشكلة أو عنده مرض ما ظهرش الأعراض احنا عندنا مشكلة دايما احنا بنستنى الحاجة لما توصل لأخيرها خالص فالأعراض تبين نروح نتعالج نلاقي انه لو كنا روحنا بدري كنا نلحقنا نفسنا الكشف المباكر كان مهم فبالنسبة لنا ده مهم جدا يعني برافو يعني يمكن ده بينقلني النقطة مهمة جدا ان فعلا احنا حتى مش يمكن بنحاول نزود الوعي فيها وفرصا تواجدنا مع حضركم في برنامج متشايف زي السباعة خير ومصر صلاحية الشهادة ست شهور ابتدي بدري ابتدي وروح وابدأ تحليلك بدري لا قدر الله لا قدر الله اكتشفته اني في حاجة انا ما بقولش بوزو الزوج او ما بقولش وقفو الزيج بس مش فرصة نتكلم مع بعض مش فرصة نتناقش مش فرصة نشوف احنا هنقدر على اللي احنا داخلين عليه ولا لأ ادرتوا تفضلوا كملوا زواجت بس دي ما عندناش اي مشكلة مش قادرين وصلتوا لحل تاني تالت رابع خامس ايا كان اللي هيتناسب معاكم بس نبقى عارفين احنا داخلين على ايه نبدأ يمكن لما اسمع رسالة في التسقف الصحي او في الاول عن ان الحياة الزوجية مسئولية هو ده مش ممكن يصير في عقلي شوية اسئلة هو انا داخل على ايه هو اللي هيحصل ايه الصبح اول يوم لما نلاقي بعض مختلفين احنا اتنين عايزين نورك الفرق هنتفق ازاي؟ ايه مصيبة دي؟ افسط الحاجات قبل اكبر الحاجات عشان نقدر نعمل بيت سليم انا بحس ان المشكلة انه دايما احنا عندنا الفانتسي بتاعت الجواز والحب والحاجات دي كلها اول ناحية تانية الناس اللي بتخوفك تماما من المنظومة دي وابعد عنها والجواز ده حاجة وحشة او الجواز ده حاجة عارف لو الفيديوهات اللي بتشوفها على موقع التواصل دي اللي بعد كده تلاقيها حاجة تانية خالص لكن هو في حاجة ما بين الاتنين يعني هو لا ده ولا ده هو حاجة ما بين الاتنين حاجة وقعية اكتر زي ما حضرتك قلت هتسحى من نوم هتلاقي نفسك ممكن انتو اتنين عايزين نفس الحاجة ومفيش غيرها هتعملوا ايه ساعتها فده مهم ان احنا نقعد ونتكلم وده جانب مهم قوي حضرتك كلمت عنه ازاي بنرفع الوعي عشان نخلي الناس تيجي وتكشف ويبعدها قبول للموضوع ده لان انا متهيقلي يعني ببعض الناس لو بنيجي نتكلم مع بعض انت مخوني او انت مخوناني في حتة انه انا ما عنديش حاجة انا زي الفل صح؟ مش بتسمعوا الكلام ده كتير ازاي بترفعوا الوعي بقى؟ بنعملها باكتر من شكل يمكن يعني الفترة اللي فاتت ممكن الناس كلها ملاحظة ده واتمنى انه يكون واصل للناس ان فيه تغير نوعي جبير قوي في طريقة التوعية وتقديم الخدمة في وزارة الصحة في السنين الاخيرة وخاصة مع دخول المبادرات على الخط فهتلاقينا لو جيت تبصي على مجموعة مراحل قبل ان انا رايح الفحص وجودي مع حضراتكم النهاردة ده نوع من انواع توعية الناس باللي احنا ده رحينا عليه الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والبسطات اللي بتنزل باستمرار على فحص المجبلين على الزواج دورنا كالمبادرات المعظم المبادرات او 90% مبادرات بتقدم في منشأة اسمها منشأة رعاية اولية مصر عندها شبكة من منشأة رعاية الاولية ملهاش مثيل في العالم 5400 منشأة رعاية اولية واحدة ومركز رعاية اولية موجودين في كل قرية ونجع ومنطقة فيه كمصر شبكة كبيرة جدا الناس دي واللي شغالين فيها هم من اهل المنطقة فهم رسل للتوعية والتسقيف الصحي جوه منطقتهم فادي لاين كمان يجي لاين نفسه بتاع المنتفع ما بيوصل لي المنشأة بيقطع التسكرة بيتعمله التحليل بياخد جلسة تسقيف الصحي عامة لحد ما بيكمل الخط بتاعه النتاج الاولية ظهرت بيقعد مع الدكتور ويديله جلسة تسقيف الصحي عن اي حاجة لقاها في التحليل اللي ظهرت او في الفحوصات اللي ظهرت لقدر الله اكتشفتنا اي حاجة محتاجة حالة الى المستوى الاعلى انه يروح مستشفى انه يروح مكان اكثر تخصصية في الخدمة بنحوله وهناك ياخد توعية وتسقيف صحي جنب ده كله بوكلة صغير كده بيتسلم له في اهم الرسائل الخاصة ببناء الحياة الزوجية فيما يخص الصحة الانجابية بشكل عام زي ما تكلمنا ويمكن سريعا صحة انجابية يبقى تنظيم أسرة ولادة طبيعية رضاعة طبيعية متابعة حمل متابعة طفل صحة عامة للزوجين وازاي نوصل لده في ان يبقى عندنا أسرة سليمة طيب ايه طبيعة الدعم النفسي اللي بيقدم للمقبلين على الزواج؟ يمكن بيكون بسيط في المرحلة الأولانية لاين صغير جوه المنشقة بتاعت رعاية الأولية في هيئة تقييم سريع كده من مجموعة من الأسئلة لكن الأهم انت إيه اللي بييجي من وراء الأسئلة يعني الأهم مش كم الأسئلة نفسها بس الإجابات وكوني أصلا أفتح معاك الموضوع فأسألك سؤال فيشغل فكرك فتروح تدور عليه أو تبص عليه أو تسأل أقربك الناس اللي دخلوا قابلك حد متزوج من زميلك أو الكلام ده كله فتبدأ توعية تفكير قرار هو دي أهم حاجة احنا عايزين نوصل الله قرار سليم قرار مبني على أسس سليمة صحية واجتماعية ونفسية ترجمة نانسي قنقر